الدسك من الأمراض الشائعة التي تتعدد أسباب الإصابة به مثل تقدم العمر أو الحوادث أو الجلوس الخاطئ وفقاً لحالة المريض يتم اختيار العلاج المناسب له من حيث الدواء أو العلاج الفيزيائي أو الجراحي أما الآن وبفعل التطور والتقدم في المجال الطبي برزت علاجات غير جراحية حديثة تتمثل في الموجات الصوتية فمتى يتم اللجوء لها وما مدى فعاليتها التفاصيل في التقرير التالي رحلة علاجية يبحث من خلالها المريض عن العلاج الأمثل ليخلصه من آلام لازمته وعرقلت من سير حياته الطبيعي فيجد نفسه في صعوبة من الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وما يصاحبها من آلام في اليدين أو الرجلين ليكتشف بعدها بإصابته بالديسك أو ما يسمى بالانزلاق الغضروفي وحسب تشخيص الطبيب المعالج تختلف وتتنوع الطرق العلاجية على حسب كل مريض وحالته الصحية فما هو الدسك وما سبب الإصابة به وطرق علاجه؟ الدسك بشكل عام هو الغضروف الغضروف عبارة عن مادة جيلاتينية تكوينها 80% من الماء مع تقدم العمر هذا التكوينة مالة الدسك أو الغضروف تقل كمية الماء فعني كل مكان الواحد في الشباب معناته أنه كمية الماء أكثر ما هو يكون في عمر متقدم وظيفة الدسك أساساً أو وظيفة هذا القضروف وهو منع الاحتكاق ما بين الفقرات ليونة وتسهيل حركة العمود الفقري بالإضافة أنه يعتبر مثل الشوك أوبزيربر اللي هو مثل أنه يمتص الصدمة أو الطيحة لوحظة حديثاً أن الإصابات تزيد لأسباب معينة منها إصابات الحوادث لا سمح الله الطيحات وطبعاً عدم اتباع وسائل السلامة في المشي في السياقة إلى آخر شيء ثاني الأوضاع الغير صحيحة يعني الجلوس الخاطئ الواقفة الخاطئة هاي كلها تأثر على الضغط على الغضروف نفسه وبالتالي أن الدسك ممكن أنه يتحرك من مكانه فهاي النقطة لازم يراعونها خصوصاً فئة الشباب قومتهم قاعدتهم بالإضافة إلى حتى اللي يكون راقد مثلاً على ظهره ويقوم مرة واحدة أو أنه ينزل يشيل شيء ثقيل مرة واحدة هذا كله يسبب زيادة فورسيز وزيادة قوة على الغضروف نفسه تخليه أنه هو شنو يطلع كثير في عندنا وسائل علاجية تقنيات يدوية تحريك ميكانيكي تقل واحد أنه هو يوصل لمرحلة الجراحة يعتبر العلاج الطبيعي عنصر أساسي في رحلة تعافي المريض بعدما يتعرض لإصابات قوية مثل الكسر أو الجراحة أو الجلطة لأنه يساهم في تخفيف ألم المريض واستعادة الحركة بشكل طبيعي وتدريجي وطبعاً يساعدنا في تقوية العضلات مما يحقق الاتزان والاستقرار على الصعيد الشخصي تندرج تحت العلاجات المقدمة للمريض علاجات دوائية وعلاج فيزيائي وهو العلاج الطبيعي إلا أن ومع التطور وتقدم الطرق العلاجية للديسك يظهر هناك علاج بالموجات الصوتية يتمكن من خلالها المريض التحسن دون اللجوء إلى الإجراء الجراحي بعلاج كيكيتي الموجات الصوتية نعالج آلام الرقبة وآلام أسفل الظهر آلام الدسك التي تنزل على الرجل التي نسميها عرق النساء التهاب الفقرات انحناء العمود الفقري وهو الجنف من قبل كنت عالي من آلام أسفل الظهر وكنت بحث عن عيادة تعالج بدون الجراحة أول اختيار كان حقي كيكيتي جيت شخصوني بن حناف العمود الفقري وفي دسك في الفقرات من أول موجيت على طول بدأوا وياي العلاج كان يوم مترك وكان العلاج جداً ممتاز كنت أخذها ويا دكتورة فاطمة أقبها فترة أتحسن موجة عندي الأولام فضل العيادة ومن بعدها قمت الحين أخذ بس مرة واحدة جوزة في الأسبوع تقنية الموجات الصوتية هي تكنولوجيا عالية الجودة تعمل دون تدخل جراحي أو تخدير وقائمة على أدلة علمية تهدف إلى إعادة استقامة العمود الفقري من دون ألم بالإضافة إلى تعزيز تجديد الأنسجة على المستوى الخلوي تعتبر مشاكل العمود الفقري من المشكلات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الإنسان وينتج عنها عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي إلى أن ظهرت مؤخراً علاجات متعددة ومتطورة وغير جراحية تكفل للمريض تحسن حالته الصحية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر